بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير الاحلام والركيا الشرعية. النهاردة هنفسر مع بعض رمز جديد وهو رمز اللحيف او البطنية. هنعرف مع بعض امدى بيكون رؤيته محمودة في المنام. كمان هنعرف امدى بتكون رؤيته غير محمودة. كمان هنفسر مع بعض لو شفنا ان حد بيدينا لحيف او بطنية او احنا بنشتريه. كمان هنفسر الالوان بتاعت البطنية او اللحيف. كمان هنفسرها للمرأة زواء مدزوجة او عزباء او حامل. وكمان اه للرجل. اولا اه امدى بيبقى اللحيف او البطنية محمود. لما بييجي جديد. ما يكونش في اه ما يكونش متسخ او ما يكونش اه ممزق. اه لما بيكون جديد فبيرمز اولا لمال. اه كمان بيرمز اه لعمال جديد. اه كمان لترقية او مكانة. كمان لزواج. كمان اه لذرية اه سالحة. اه في حالة الرائي لما يشوف اللحيف اه بتاعه اه ممزق او اه متسخ. ففي الحالة دي اولا بتدل على اه خلافات او اه توطر اه بين المرأة اه و اه زوجها. اه كمان لو كان اه ممزق فبيدل على شر هيصيب الرائي. اه لو شفنا في المنام ان في حد بيجدينا اه اه لحيف او بطنية جديدة. فاولا بترمز اولا لزواج. اه التاني حاجة بترمز اه لو كان الرائي اه مش متزوج. اه كمان بترمز لمع الوريز اه قادم اه للرائي. اه اللحافل الميت. لو لو الشخص شاف ان هو اه ان الحد المتوفي بيديله اه لحاف او حاجة. اه لو كان هو اه في هم او في قرب او كده فدي اه بشارة ليه بزواج همه او اه فك الكربة. كمان لو كان اه فتاة مش متزوجة وشافت ان حد متوفي بيديها اه لحاف او بطنية فبشارة ليها بالزواج. كمان لو مرأة مدزوجة وشافت ان في حد متوفي بيديها وهي بتاع ساعة الحمل. اه فبشارة ليها اه بحمل. اه الوان ال الوان بتاعة اللحاف. رؤية اللحاف الاسود في المنام اه اولا بيدل على كرب. على فراء. ممكن خلافات زوجية ممكن تنتهي بالفراء. اللحاف الاصفر اه احيانا بيدل على مرض. مرض سواء للرأي او حد من افراد تعالده. اللحاف الابيض كمان في المنام اولا بيدل على فرحة. على اه فك قرب. على شفاء لو كان الشخص مريض. اه اللحاف الازرق في المنام كمان بيدل على رزق. وعلى بشارة بتحقيق شيء الرأي بيسعى لي او بيتمنى. اه زي مثلا زواج او وظيفة او سرية. اللحاف الاغدر في المنام من الرموز اللي بتدل على التزام. اه الشخص التزامه دينيا. اه كمان وقربه من ربنا اكتر. اللحاف المتعدد الالوان اللي انا شوفيه. يعني اللحاف فيه الوان كتير او بطنية فيها الوان كتير. فدي اه من الرموز اللي بتدل على حدوث امر او خير كتير هيسيب الرأي. اه رؤية اللحاف او البطنية للفتاة العزباء. اولا اه لو شافت ان حد بيهديها فده من الرموز اللي بتدل على اه زواج. اه كمان من الرموز اللي ممكن تدل على ان فيه تغيير هيحصل اه في حياتها. ممكن يكون التغيير ده في حياتها العاطفية او في حياتها الشخصية. اه ممكن يكون اه في حياتها العملية اكتر. اه البطنية واللحاف نفس تفسير الفستان او التوب الجديد. نفس التفسير يعني بيبقى اكتر ستر اكتر. اه كمان البند العزباء لو شافت اللحاف ابيض فدي من الرموز اللي بتدل على ستر. اه كمان بتدل على اه يعني توبة او هداية اه لو كانت هي يعني من النوع اللي هو مش ملتزم قوي. اه كمان اللحاف او البطنية كمان من الرموز اللي بتدل على نجاح البند دي او اه نجاحها في سواء في راستها او اه في اه عملها. اه رايد اللحاف اه للمرأة الحامل. لو شافت اه ان هي بتشتري اه لحاف جديد. لو شافت اللحاف الصغير اللي هو بتاع الاطفال. اه فده بشارة لها اه بمولود. كمان ممكن نكون يعني من كتر التفكير في موضوع الحمل او موضوع الولادة. فممكن تشوف الرمز ده. اه كمان لو شافت اله ان هي متغطية هي وزوجها بالحاف واحد. اه نضيفها دي اه من الرموز اللي بتدل على صلاح زوجها. ولو في خلافات او مشاكل او كده فبشارة لها بزوال الخلافات دي او المشاكل. كمان بتدل على موضة ورحمة واستقرار بينهم. اه كمان لو شافت اللحاف اللي هو اه يعني في حالة بقى انه هو مقطع او ان هو متاسخ او كده فدي كلها بتدل على خلافات. اه ممكن تحصل بينها وبين زوجها. اه لو شافت ان هي انا اضافة اللحاف او غسلته او كده فدي اه زوال من الخلافات. وكمان بتدل على ولادة سهلة وميسرة اه ليها. التفسير اللحاف للمرأة اللى متازوجة. اه اه لو شافت ان هي متغطية بلحاف او بطنية ساميكة او تخينة فدي اه من الجمعات اللي بتدل على ان المرأة دي اه حد يعتمد عليه او ساند للرجل. اه كمان الألوان لو شافت اللون الأبيض فدي ستر ورزق لو شافت اللون الوردي أو الأزرق فدي أرزق وحمل لو شافت اللون الأصفر فده للأسف بيكون مرض اللون الأزود للأسف برضو بيدل على هم وحزن اللون الأغدر بيدل على قرب من الله سبحانه وتعالى وأعمال صالحة هي بتتقرب بيها لله سبحانه وتعالى تفسير اللحاف للرجل أول حاجة لو الرجل شاف اللحاف أغدر فدي بشارة ليه بعمل صالح هو بيقوم بي كمان استقرار في حياته الزوجية لو شاف اللحاف مش نضيف أو اللحاف متسخ فدي خلافات ومشاكل ممكن تكون خلافات زوجية أو خلافات في آآ في ارتباط لو كان هو مش متزوج آآ كمان ممكن تدل على دين وعلى ديئة آآ في حتة الرزق أو في حتة الفلوس آآ لو شاف أن حد بيغطيه بالحاف نضيف فدي أولا بشارة ليه بأنه هو هيتزوج لو كان هو مش متزوج فبشارة ليه بزواج من امرأة حسنة اتباع آآ وكمان قريبة من الله سبحانه وتعالى يعني امرأة صالحة وهيكون فيه بينهم مودة وحب ورحمة آآ كمان من من الرموز كمان اللي بتدل على ساعة في الرزق وساعة آآ في المعيشة وكمان على بركة في الحياة بشكل عام آآ رؤية اللحاف في حاجة بس كمان رؤية اللحاف المصنوع من الصوف آآ اللحاف المصنوع من الصوف دي بتدل على آآ تعدد للزوجات يعني لو هو هيتزوج جتير يعني هيكون عنده أكتر من زوجة آآ كمان اللحاف لو شاف أنه بشتري آآ لحاف جديد آآ فدي تغيير في أحواله تغيير في أحواله الأفضل على حسب شكل اللحاف وعلى حسب اللون آآ بتاع كل ما كان آآ أفخم كل ما كان التغيير ده أحسن و و أكتر آآ كمان اللحاف المقطوة آآ كمان بيدل على للأسف على فقطين عمل أو آآ فراء آآ سواء يعني فراء بين حد مثلا من العيلة أو بين لو هو متزوج أو كده كمان ممكن خلافات ممكن خلافات أو مشاكل كمان آآ ده كده أهم الرموز الخاصة باللحاف والبطنية بشكل عام في المنام آآ فصرنا الألوان فصرنا للرجل للمتزوجة للحامل وكمان للفتال عسباء آآ بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم ولو في أي استفسار أو سؤال آآ اكتبولي تحت آآ بشكركم جدا وشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة